تتوالى ساحات المواجهة في الحرب الباردة السائدة حاليا بين الولايات المتحدة والصين فبعد حرب القنصليات من هيوستن إلى شينكدو أمريكا تعرض على اليابان المساعدة في مراقبة ما اسمته توغل بكين في بحر الصين الشرقي قائد القوات الأمريكية في اليابان الجنرال كافين شنايدر قال إن الجيش الأمريكي يمكنه المساعدة في مراقبة توغل غير مسبوك للسفن الصينية حول جزر في بحر الصين الشرقي تسيطر عليها اليابان هذه الجزر تطالب بها بكين وقد يتصاعد التوتر حولها شهر المقبل عندما ترفع بكين حظرا على الصيد في المنطقة اللافت أن واشنطن لا تتخذ موقفا من السيادة على الجزر غير المأهولة المعروفة باسم سينكاكو في اليابان وباسم دياويو في الصين لكنها قالت إنها قد تساعد حليفتها توكيو في التصدي لأي هجوم في المقابل ردت وزارة الخارجية الصينية على الفور على تصريحات الجنرال الأمريكي قائلة إن الجزر أراضي صينية ودعت كل الأطراف للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر